سريان اتفاق لوقف اطلاق النار بين اسرائيل والفلسطينيين يهدف لانهاء سبعة اسابيع من القتال في غزة في حين تضفق فلسطينيون مبتهجون للاحتفال في شوارع القطاع الذي دكه القصف الاسرائيلي وقبل دقائق من بدء سريان الهدنة التي توسطت فيها مصر قالت الشرطة الاسرائيلية ان صاروخا اطلقه نشطاء فلسطينيون قتل شخصا في مزرعة جماعية اسرائيلية قرب حدود غزة وبعد سريان وقف اطلاق النار اكتذت شوارع غزة بالحشود والسيارات واطلقت السيارات ابواقها وعلت التكبيرات من مكنبرات الصوت في المساجد وقال مسؤولون فلسطينيون ومصريون ان الاتفاق يضع الى وقف الى اجل غير مسامل العمليات العسكرية والفتح الفوري لمعابر القطاع المحاصر مع اسرائيل ومصر وتوسيع منطقة صيد بحري امام سواحل القطاع على البحر المتوسط وعبر مسؤول كبير في حركة حماس التي تدير قطاع غزة عن استعداد قوات الامن التابعة للرئيس الفلسطيني محمود عباس وحكومة التوافق التي شكلها في يونيو الماضي للسيطرة على نقاط العبور في حين صدر رد هادئ من اسرائيل على الهدنة وقالت انها ستستهل بتضفق سلع المدنية والمساعدات الانسانية وفي مجال اعادة الاعمار الى القطاع الفقير اذا حدث التزام باتفاق وقف اطلاق النار المفتوح وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء بن يامين نتنياهو ان اسرائيل ليس لديها مشكلة مع الدعم المدني لغزة مضيفا انهم لا يريدون اعادة بناء الالة العسكرية لحماس ويقول مسؤولون بقطاع الصحة الفلسطيني ان 2139 فلسطينيا معظمهم مدنيون وبينهم اكثر من 490 طفلا قتلوا في غزة منذ بدأت اسرائيل هجومها على القطاع في الثامن من يوليو بهدف معلن هو وقف الهجمات الصاروخية من غزة عبر الحدود كما قتل 64 جنديا وخمسة مدنيين من الجانب الاسرائيلي والجمال رويترس